استهلاك الغاز لما بنبدأ نسحب من المحطات بتاعتنا ومن الشبكة بتاعت الغاز كميات أكبر بتبدأ تخف الضغوط في هذه الشبكة وده اللي احنا أعلنناه في مجلس الوزراء السابق ان حصل تخفيف للضغوط وبالتالي احنا مضطرين ان احنا نقطع أو نخفف الأحمال لغاية منتصف الاسبوع الحالي على اعتبار ان احنا نستعيد تاني مرة أخرى الضغوط ونقدر نشتغل على الأمور الطبيعية ده كان باعتبار حاجة مهمة جدا ان احنا كنا بنأمل ان الموجة الحرة الشديدة دي تنكسر في خلال التلات اربع تيام واللي كان بيتقال انها ممكن على انتهاء الاجازة اللي كانت الوطنية اللي كانت موجودة على يوم الحد حتنتهي لكن للأسف الوضع ما حصلش بهذا الشكل الموجة الحرة مستمرة والحقيقة مع استمرار الموجة الحرة يعني كان النهاردة كان على طول التحرك في خلال الايام السابقة ان احنا نطلب من كل الجهات المعنية بالارصاد الجوية ومعرفة درجات الحرارة انها تدينا رؤية لكمان شهر اغسطس كله عشان نبقى عارفين الوضع يبقى عامل ازاي وللأسف اتقال ان شهر اغسطس ايضا هتكون بنتكلم على درجات حرارة عالية غير مسبوقة بناء على هذا الكلام اتحركت مع السادة الوزراء وكل الجهات ان احنا كيف نتعامل مع هذه الازمة وهنا يمكن انا عايز اكد على حاجة للموضوع كمان مش مرتبط فقط بتوفير كميات الوقود لتشغيل المحطات التربونات اللي بتشغل المحطات الكهرباء معروف ان لما درجة الحرارة بتزيد عن درجة معينة بتبدأ تحتاج الى استهلاك كميات اكبر من الوقود علشان توصل لنفس كفاءة العمل يعني ايه يعني ببساطة شديدة لو في اليوم العادي في درجة الحرارة العادية هي بتستهلك كمية محددة من الغاز الطبيعي والمزوت لكن مع درجات الحرارة العالية محتاجة كميات اكبر عشان تشتغل بنفس الكفاءة فمعنى كده ان انا محتاج كميات اكبر لتوفير عشان بس اخليها تشتغل بنفس مستوى الكفاءة اللي هي شغالة عليها كل ده النهاردة كان بيبرر احنا ليه النهاردة وجهنا هذا الموضوع الموضوع لا هو نقص في الغاز الطبيعي بتاعنا ولا الكلام اللي تقال اصل زهر حقل زهر حصل فيه مشكلة واصل هو بقى بينضب وكميات الغاز اللي بتطلع منه قلت اصل الدولة المصرية يعني انا انا اسف هقولها بكلمة عامة بتستخسر في مواطنيها الغاز عشان هي بتصدروا او ان مشروعات الكهرباء العملاقة اللي مش قادرة انها او هي باين انها في عدم كفاءة لها كل الكلام ده غير صحيح احنا الغاز الطبيعي بنفس الكميات العشان برضو يبقى المواطن مصري عارف في شهر في اشهر الصيف احنا بنوقف تصدير الغاز لان بيحصل ان احنا بنزيد حجم استهلاكنا وبالتالي احنا اللي بيحصل ان احنا بنوقف تصدير الغاز بالكامل في فترة الصيف دايما دي خطة الدولة احنا بنصدر دايما في وقت الشتاء والربيع والخريف لما بتبقى ظروف الجو اهدى واستهلاكنا اهدى فبنقدر ان احنا نصدر الفائد من عندنا ترجمة نانسي قنقر